تأثير إيجابي أنا نظن كل منتخب يحب يكون في ظروف جده حسن يكون مرتاح تكون عنده الفرصة يلعب في ملاعب رائعة وتكون تنظيم رائعة هذا هو حلم كل فيدرالية أو كل منتخب يشارك في نهائي كأس إفريقيا للأمم و أنا نظن هذا التنظيم اللي عملناه وهذه الصورة اللي أعطتها للجزائر بتنظيمها وبملاعبها وبملاحقها وبفنادقها وكل شيء راح تساعد و راح تكون يعني قابلية لهذه الفدراليات و هذه المنتخبات اللي شاركت باش تعاود مرة أخرى جي لهذه البلد وتلعب في ربما ظروف أحسن لأن هذه الشان و نعرف اللي في الكان راح يكونوا ملاعب أحسن و يعني الجزائر لو إن شاء الله يعني تاخد الكان راح تبدل مجهودات أكبر و مجهودات ضخمة باش تكون هذا هذا الحادث يعني من طراز عالي أنا نظن اليوم عطينا صورة جيدة و يعني و رئيس الكاف ما روش يجبد أشياء يعني جديدة رو يحكي الأمور الواقعية اللي عاشها و زيارته يعني المتعددة لكل ملاعب وبقاءه لمدة طويلة هنا يعني يدلك على رضاء و على إعجاب بهذا البلد و بهذا و راحته يعني في كل المدن اللي راح لها الجزائح صحيح وهذا الشيء يخدمنا